تبعت القيادة التنفيذية بكفر الشيخ إخماد الحريق الذي شبه بأرض قطاع الانتاج الحيواني التابع لوزارة الزراعة نتيجة إشعال عدد من المزارعين نيرانة في قش الأرز وأصدرت الإدارة المركزية لفرع وسط الدلتة بطنطة بياناً إعلامي أكدت فيه نشوب حريق بأرض تابعة لقطاع الانتاج بوزارة الزراعة بكفر الشيخ تبلغ مساحتها أكثر من أربعة أفدنة ونتج عن هذا الحريق أحرق وتلف أكثر من أربعمائة شجرة تفصل بين الأرض الموجود بها الحريق وأرض تابعة لسندوق الموازنة الزراعية بكفر الشيخ هذا وتم تحرير ثلاثة محاضر ضد المهندس والغفير ومدير المزرع العاملين بقطاع الانتاج بسخة